أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن قرار إحدى الشركات الإماراتية بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز للتعهيد بالنسبة لعملياتها في المنطقة يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في افتتاح مقر شركة الحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية الذي يتضمن إنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة في مصر